رقم 2 تكوين جدول التوزيع التكراري النسبي جدول التوزيع التكراري النسبي مكون من عمودين العمود الأول هو عمود الفيات والعمود الثاني هو عمود التكرارات النسبية حيث تستبدل التكرارات العادية بالتكرارات النسبية وهذا ممثل في الجدول التالي رقم أربعة واحد ودائما مجموع التكرارات النسبية يساوي واحد صحيح كما يمكن حساب التكرار المئوي أيضا ودائما مجموع التكرارات المئوية يساوي مية في المية يتم حساب التكرار النسبي للفئة حيث التكرار النسبي يساوي تكرار الفئة على مجموع التكرارات والتكرار المئوي للفئة يساوي التكرار النسبي للفئة في المية كما هو موضح في الجدول التالي حيث العمود الأول هو عمود الفئات والعمود الثاني هو عمود التكرار النسبي التكرار النسبي للفئة الأولى يساوي تكرار الفئة الأولى على مجموع التكرارات 2 على 50 يساوي 4% التكرار النسبي للفئة الثانية أيضا 2 على 50 يساوي 4% التكرار النسبي اللي فيها الثالثة 3 على 50 يساوي 6% وهكذا إذا قمنا بتجميع التكرارات النسبية نجد أن مجموع هذه التكرارات دائما يساوي 1 صحيح التكرار المئوي نحصل عليه بضرب التكرار النسبي فيما إذا ضربنا التكرار النسبي للفئة الأولى في 100 نجد أن التكرار المئوي يساوي 4% التكرار النسبي للفئة الثانية في 100 نجده يساوي 4% وهكذا بحيث إذا جمعنا التكرارات المئوية لجميع الفئات نجد أن مجموعة هذه التكرارات يساوي 100% دائما ومن هذا الجدول نجد أن نسبة العاملين الذين تتراوح أجورهم هالشهرية من 23 إلى أقل من 28 يساوي 16% ونسبة العمال الذين تتراوح أجورهم من 33% إلى 38% ساوي 30% وهكذا رقم 3 التوزيعات التكرارية المتجمعة رقم ألف التوزيعات التكرارية المتجمعة الصاعدة تستخدم تستخدم عند حساب عدد المشاهدات أو التكرارات التي تقل عن كل قيمة من قيم المتغير أو الظاهرة محل الدراسة كما يتضح من الجدول التالي اللي هو جدول 5 و1 حيث نجد أن الجدول التكراري المتجمع الصاعد يتكون من عمودين العمود الثالث هو الحدود العليا للفئات والعمود الرابع هو التكرار المتجمع الصاعد حيث العمودين الثالث والرابع هما يمثلان جدول أو الجدول التكراري المتجمع الصاعد ويتم تكوين الجدول التكراري الصاعد كمالي العمود الأول هو عمود الحدود العليا للفئات نجد الحد الأعلى للفئة الأولى هو 8 نكتب أقل من 8 الحد الأعلى للفئة الثانية هو 13 نكتب أقل من 13 وكذا حتى نصل إلى الحد الأعلى للفئة الأخيرة ونكتب أقل من 48 ثم نقوم بتكوين التكرار المتجمع الصاعد كما يلي التكرار المتجمع الصاعد للفئة الأولى يساوي 2 التكرار التكرار المتجمع الصاعد للفئة الثانية نحصل عليه بجمع تكرار الفئة الثانية مع التكرار المتجمع الصاعد للفئة الأولى فيكون تكرار المتجمع الصاعد للفئة الثانية يساوي 4 ثم نقوم بجمع تكرار الفئة الثالثة على التكرار المتجمع للفئة الثانية لنحصل على التكرار المتجمع الصاعد للفئة الثالثة وهكذا أي أننا نحصل على التكرار المتجمع الصاعد بتجنيع التكرارات بطريقة متتالية لنحصل على ما يسمى بالجدول التكراري المتجمع الصاعد ونجد أن التكرار المتجمع الصاعد للفعل الأخيرة يساوي حجم العينة من هذا الجدول نجد أن عدد العمال الذين جروم أقل من 23 ألف ريال يساوي 11 عامل وعدد العمال الذين جروم أقل من 43 ألف ريال يساوي 48 ألف عامل وهكذا باء التوزيعات التكرارية المتجمعة النازلة تستخدم عند حساب عدد المشاهدات أو التكرارات التي تزيد عن أو تساوي كل قيمة من قيم المتغير أو الظاهرة كما هو موضح في الجدول 1.6 التالي حيث نجد أن الجدول التكراري المتجمع النازل أو الهابط يتكون أيضا من عمودين ممثلين في العمود الثالث والرابع العمود الثالث هو الحدود الدنيا للفئات وتكتب هكذا الحد الأدنى للفئة الأولى 3 فتكتب 3 فأكثر الحد الأدنى للفئة الثانية 8 فتكتب 8 فأكثر وهكذا حتى نصل إلى الحد الأدنى للفئة الأخيرة فتكتب 43 فأكثر وهكذا ثم نقوم بتكوين التكرارات المتجمعة النازلة حيث نحصل عليها بوضع مجموع التكرارات في بداية العمود ثم نطرح التكرارات بطريقة متتالية هكذا فنجد الفئة الأولى التكرار المتجمع النازل لا يساوي 50 والفئة الثانية نقوم بطرح تكرار الفئة الأولى منها لنحصل على التكرار المتجمع النازل للفئة الثانية ثم نقوم بطرح تكرار الفئة الثانية من التكرار المتجمع النازل للفئة الثانية لنحصل على التكرار المتجمع النازل للفئة الثالثة وهكذا لنحصل على ما يسمى بالجدول التكراري المتجمع الهابط أو النازل من هذا الجدول نجد أن عدد العمال الذين أجورهم 28 ألف ريال فأكثر 31 عامل وعدد العمال الذين أجورهم 18 ألف ريال فأكثر 43 عامل وهكذا